بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطالباء والطالبات أهلا بكم في يوم جديد ومراجعة جديدة من مراجعات مادة الرياضيات إن شاء الله النهاردة هنراجع جبر للصف الثاني الإعدادي مراجعتنا في الجبر كده سريعا إحنا يعني قلت أفكر كده نعملها إزاي فقلت أبدأ من الإحصاء من الآخر ونرجع للأول إحنا في الإحصاء خدنا وسط خدنا وسيط خدنا منوال لو سألني في الامتحان وقال لي مقيس النزعة المركزية إيه هقول له وسط وسيط منوال عرفنا المنوال إن إحنا بنعمل طبعا المدرج التكراري وبنجيب منه المنوال عرفنا إن الوسيط بنعمل المنحنة المتجمع الصاعد أو الهابط وبنجيب منه الوسيط تعالى بقى دلوقت نشتغل مع بعض في الوسط الحسابي لو جاب لي جدول توزيع تكراري وقال لي هاتلي الوسط الحسابي المثال بيقول إيه بص كده معايا بيقول لي احسب الوسط الحسابي للتوزيع القاتي مديني المجموعات والتكرار 5, 15, 25 وهكذا التكرار 7, 10, 12, 13, 8 قلنا عشان نجيب الوسط الحسابي بنعمل جدول فيه أربع خانة أول خانة فيها المجموعات بعد كده مركز المجموعة بعد كده التكرار بعد كده طبعا مركز المجموعة بسميه ميم والتكرار اسمه كافي المجموعة بحطها زي ما هي 5, 15, 25, 35, 45 مركز المجموعة زي ما قلنا الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على 2 يبقى مركز الخمسة هجمع 5 زائد 15 20 على الاتنين فيها العشرة نجمع 15 و 25 أربعين على الاتنين فيها العشرين هو كل مرة بيزود عشرة يبقى ممكن نزود عشرة هقول له 30 40 50 ده مركز المجموعة بجمع وأسم على الاتنين حد أدنى زائد حد أعلى على الاتنين التكرار هم الدهوني 7 ثم 10 12 13 8 ميم في كاف هضرب الميم في الكاف هضرب 10 في 7 أدي 70 20 في 10 أدي 200 30 في 12 أدي 360 40 في 13 أربعة في 13 أدي 52 يبقى 520 50 في 8 يبقى 400 قال لي مجموعة تكرار أنت إيلي أن مجموعة الكاف بخمسين أنت مدهوني مجموعة دول هنجمع أدي 0 هنجمع 7 و 6 أدي 13 أدي كده وأدي 2 يبقى هنا 7 وهنا كام 6 13 و 2 15 خمسة ومعنا الواحد أدي 2 كده 5 كده 10 14 15 هيطلع 1550 القانون بيقول الواسط الحساب بيساوي مجموعة ميم في كاف على مجموعة الكاف طبعا عندي مجموعة ميم في كاف بـ 1550 لما أسم على مجموعة الكاف على الخمسين قال لي يبقى هتساوي تقريبا أو هتساوي بالضبط 31 هقول لي يبقى الواسط بيساوي 31 أدي أول إيه أول مثال جبناء 31 تعالوا كده ننتقل إلى مثال آخر مثال يقول لي إوجد قيمة الآتي في أبسط صورة جايب لي جزور جزور تربعية جزور تكعبية حسب ما يجيب بيقول لي هنا جزر 18 زائد جزر 54 ناقص 3 جزر 2 ناقص نص جزر 24 إزاي نجيب قيمة ده في أبسط صورة هقول له كده الحل جزر 18 هنحللها 18 2 في 9 زي ما قلنا لازم حصل ضرب عددين واحد فيهم لي جزر فأبسط صورة عندي يبقى 2 في 9 زائد جزر 54 54 أنا عايز جزر تربيعي مش تكعيبي مش هينفع أقول 2 في 27 أنا عايز دي هكون ليها جزر تربيعي فهلاقي 6 في 9 التسع ليها جزر ناقص 3 جزر 2 هي أبسط صورة زي ما هي ناقص نص جزر 24 هخليها 4 في 6 لأن الـ 4 عليها جزر تاني خطوة قلنا هنطلع بره الجزر مين اللي عندي يطلع بره الجزر قال لي التسع ليها جزر تخرج بره بـ 3 يبقى هنا أقول له 3 جزر 2 زائد التسع ليها جزر تخرج بره بـ 3 جزر 6 ناقص دي زي ما هي 3 جزر 2 ناقص نص في قال لي الأربعة هي اللي ليها جزر هتخرج بره بـ 2 جزر 6 زي ما قلنا من خرج من داره اتقل مقدار التسع تخرج بره بـ 3 أوعة تنسى هقول له هنا 3 جزر 2 يروح مع سالب 3 جزر 2 هيتبقى عندي 3 جزر 6 ناقص نص في 2 بـ 1 جزر 6 هنا فيه 1 أوعة تنسى هقول له يقى بتساوي 3 ناقص 1 يبقى 2 جزر 6 هي دي أبسط صورة لو مديني جزر ايه تربيا خلي بالك لو عندي جزر تكعيبي أقول لك بس كده على ملاحظة سريعة في الجزر الايه التربيعي لو فيه جزر تربيعي هعمل ايه أو تكعيبي لما يقول لي الجزر التكعيبي الـ 54 دي بعملها ازاي قال لي بخليها 2 في 27 أنا معاك لأن 27 لها جزر تكعيبي تطلع 3 جزر التكعيبي للـ 2 لو قال لي 2 جزر التكعيبي الربع أعمل ايه قلنا بندخل الـ 2 دي جوه 3 مرات هيبقى الجزر التكعيبي لربع فيه هنقول 2 في 2 في 2 بـ 8 يبقى الجزر التكعيبي 8 على الـ 4 يدينا 2 تعالوا ننتقل لسؤال تاني على المرافق لما يجيلي مرافق العدد أعمل ايه قال لي بالنسبة للمرافق احنا طبعا كلنا عارفينه أنا بس هراجع معاك فكرة المرافق بيقول لي المثال ايه اذا كان سين تساوي 3 على جزر 5 ناقص جزر 2 وصاب تساوي جزر 5 ناقص جزر ايه جزر 2 اثبت ان السين وصاد مترافقين هقول له حاضر اول خطوة كده عندي عشان اثبت ان هم مترافقين هنعمل كالقاتي ادي مسألتي انا عندي هنا السين مش متزبطة يبقى انا هزبط السين هزبط السين ازاي هقول له سين تساوي 3 على جزر 5 وقص جزر 2 هضرب في المرافق فوقه تحت يبقى جزر 5 زائد جزر 2 وجزر 5 زائد جزر 2 مرافق ده هنغير اشارة اللي في النص هنخليها زائد بدلا ناقص هقول له بتساوي هنصبر شوية على البسطة هنقول 3 فيه لسه هتضرب في جزر 5 زائد جزر 2 لكن تحت اي عدد في مرافقه بضرب اول فاول وتاني فتاني او مربع الاول ناقص مربع التاني هيبقى 5 ناقص 2 طبعا 5 ناقص 2 هيديننا 3 تروح مع التلاتة اصبحت سين تساوي جزر 5 زائد جزر 2 وانت مدين الصاد من الدهاني بجزر 5 ناقص جزر 2 يا مستر دول كده الاشارة اللي في النص متغيرة هقول له اذا سين وصاد عددان مترافقين ممكن في نفس السؤال ده يقول لي ايه بعد ما جبنا سين في صاد خلي بالك اي مطلوب يقولك هاتولي لازم سيادتك تجيبك القاتي هاتلي سين زائد صاد هتقول لي نجمع جزر 5 زائد جزر 2 زائد جزر 5 ناقص جزر 2 هجمع قال لي جزر 2 عكس جزر 2 راح اي عدد ومعكوسه الجمع بصفر يدينا 2 جزر 5 بنجمع المعامل اللي برا اللي هو الواحد اللي هنا طب عايي السين ناقص صاد قال لي لو عايي السين ناقص صاد هيبقى جزر 5 زائد جزر 2 دي السين ناقص يبقى هنغير الاشارة بجيب المعكوس الجمعي لجزر 5 ناقص جزر 2 هتبقى سالب جزر 5 زائد جزر 2 بغير هنا وهنا هلاقي جزر 5 عكس جزر 5 راح هيتساوي 1 جزر 2 و1 جزر 2 يبقوا 2 جزر 2 لو عايز اجيب سين فصاد قال لي سين فصاد هنعمل اقواس لازم قوس جزر 5 زائد جزر 2 هيتضرف القوس جزر 5 ناقص جزر 2 قال لي لما اضرب بضرب اول فاول وتاني فتاني والاشارة سالب هيبقى 5 ناقص 2 يدينا 3 ممكن في السؤال ده يقول لي اوجد سين زائد صاد على سين صاد ناقص 1 هقوله اولا سين زائد صاد جبناها ب2 جزر 5 على سين صاد ب3 ناقص 1 تطلع 2 جزر 5 على الاتنين يساوي جزر 5 ممكن في نفس المسألة تاني هي هي يقول لي كالقاتي يقول لي ايه في نفس المسألة يقول لي ايه وجد عايزك تجيب لي سين قس 2 ناقص 2 سين صاد زائد صاد قس 2 خلي بالك ان دا لي عندي كده قانون انا عارفه ان فك القس تربيع لو قلتesta سين ناقص صاد الكل تربيع يدينا دا لان فك القس تربيع الاول في نفسه سين تربيع التاني في نفسه سات تربيع الاول في التاني سالب 2 سين صاد بجيب جزر الاول وجيب جزر الاخير وحط اشارة النص سالب ينزل سالب مستر انت حياتك دا تجيبتانا سين ناقص صاد ب2 جزر 2 يبقى قوله يبقى انت كده عندي اتنين جذر اتنين الكل قصي اتنين اتنين في اتنين باربعة في اتنين بتمانية يدينا تمانية ده لو طلب مني حاجة زي كده نمتقل للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول ايه تعالي ناخد فكرة مع بعض تانية على الحجوم حجم المكعب حجم المتوازي وهكذا متوازي المستطيلات وهكذا بيقولي هنا السؤال ايه استوانة دائرية قائمة استوانا دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها 4 جزر 2 سنطي وارتفاحها 9 سنطي اوجد حجمها بدلالة باي يعني خلي الباي زي ما هي ما تعودش به هقوله اولا في الحل اول خطوة اعملها زي ما علمتك قبل كده الحاجة اللي يديهاني حط القانون بتاعها واشتغل عليه انا عندي هنا انت مديني ايه بتقولي هنا اوجد حجمها بدلالة باي بانا حط قانون الحجم هقوله حجم الاستوانا بيساوي باي نق تربيع عين هو بيقولي بدلالة باي يعني خلي الباي موجودة زي ما هي يبقى باي فيه نق تربيع يعني 4 جزر 2 الكل تربيع في عين ارتفاحها 9 يبقى باي فيه 4 في 4 ب 16 16 في 2 ب 32 في 9 حضرب 9 في 32 واسيب الباي زي ما هي 9 في 2 ادي 18 27 و 1 بقى 28 يطلع 288 باي كده انا جبت حجم الاستوانا اللي انت عايزه بدلالة باي طبعا سنتيمتر مكعب عشان ده حجم بيقولي واذا كان حجمها يساوي حجم كرة فاوجد طول نصف كتر الكرة هقوله حاضر انا عارف ان حجم الكرة بيساوي ايه 4 على 3 باي نق تكعيب انت بتقولي ان الحجم ده بيساوي حجم الاستوانا اللي طلع هقوله بتساوي 288 باي اول حاجة اعملها اقول لها باي 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 امشي الباي مع الباي مع السلامة اختصر باي مع الباي اصبح عندي 4 على 3 نق تكعيب بتساوي 288 هتخلص من الكسر ده اودي الناحية التانية بمعكوسه الضربي يبقى نق تكعيب بتساوي 288 في 3 على الاربعة طبعا هنا الاربعة اختصرها مع مين 288 هاختصر 28 على الاربعة ادي 7 و8 على الاربعة اتنين اطلع 72 هضرب 3 في 72 3 في 2 بستة و7 في 3 بواحد وعشرين يبقى نق هتساوي الجزر التكعيبي الـ 216 هيطلع ستة سنتي هو كان عايز طول نصف كتر الكرة هقوله طول نصف كتر الكرة بيساوي ستة سنتي دي مسألة على حجم الاستوانة وحجم الكرة تعالوا ننتقل الى فكرة تانية ومثال تانية مع بعض تعالوا كده نشوف مع بعض المتبينة انا بجيب بس معاك انواع مختلفة على الامتحان اللي هيجي بكرة ان شاء الله بيقول لي اوجد مجموعة حل المتبينة دي في حا مع تمثيل فترة الحل على خط الاعداد اول خطوة اعملها عشان نجيب مجموعة حل المتبينة دي دي متبينة مزدوجة تبقى اعمل ايه قال لي اولا الحل انا هوادي السبعة دي النحيتين بعكس الاشارة انا عندي هنا تلاتة سين زائد سبعة اكبر من سالب اتنين واصغر من او يساوي عشرة هتخلص من السبعة اوديها النحيتين بمعكسها الجمع يبقى سالب اتنين ناقص سبعة وهنا تلاتة سين وهنا عشرة ناقص سبعة اطرح سالب اتنين ناقص سبعة يبقى سالب تسعة وهنا تلاتة سين وهنا علامة اصغر من او يساوي تلاتة أصبح 3 سين أكبر من سالب 9 وأصغر من أو يساوي 3 هتخلص من 3 اللي جنب السين بالإسمة على 3 في الطرفين يبقى أصبح عندي في النهاية أن سين أكبر من سالب 3 وأصغر من أو يساوي الواحد هقول له إذن مجموعة الحل مجموعة الحل بتساوي الفترة المفتوحة من عند سالب 3 ومغلقة من عند الواحد هنا مفيش علامة يساوي يبقى إذاً ده مفتوح هنا فيه يساوي إذاً ده مغلق بيقول لي بعد كده إيه ومثل ذلك على خط الأعداد اللي هنرسم كده مع بعض خط أعداد آدي خط الأعداد هكتب هنا السالب 3 وهكتب هنا الواحد السالب 3 فترة مفتوحة أهي مفتوحة الواحد مغلق ووصل بينهم آدي التمثيل على خط الأعداد لو عايز حل متبينة ممكن ساعات تاني ده كده السؤال بتاع أهوب كده خدنا متبينة مزدوجة ممكن يجيلي متبينة من طرف واحد إزاي يعني؟ يقول لي كده إيه؟ يقول لي اوجد مجموعة الحل لي 2 سين ناقص واحد أكبر من أو يساوي 3 سين زائد واحد هقوله أولاً أنا هتخلص من مين دلوقت قال لي استاننا ده فيه سين في الطرفين لازم نجيب سين مع سين والأعداد مع بعض يبقى ل2 سين هنحط معاهمين ناقص 3 سين أكبر من أو يساوي واحد هنودي لها النحية التانية موجب واحد اطرح 2 سين ناقص كام 3 سين يبقى سالب سين أكبر من أو يساوي الاثنين السين معها سالب أقوله بالقسمة على سالب واحد في الطرفين الاسم على سالب بتاعك سي العلامة بدل ما هي أكبر من أو يساوي تخليها أصغر من أو يساوي سالب 2 خلي بالك مجموعة الحل الأصغر دايماً هتنزل ناحية السوالب تاخد سالب ما لا نهاية ثم العدد سالب 2 دي فترة مفتوحة دائماً هنا في علامة يساوي يبقى فترة مغلقة كده احنا خلصنا حل المتبينة تعالنا ننتقل إلى جزء آخر ألا وهو الميل احنا قلنا الميل كان بيساوي إيه؟ قال الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات وقوعة تنسى ميل أي مستقيم أفقي يعني يوازي محور السينات بصفر ميل أي مستقيم رأسي يعني يوازي محور الصادات غير معرف أي تلت نقط لو هم على استقامة واحدة يبقى ميلهم متساوي يعني لو ألف وبه وجيم ينتموا لمستقيم واحد أقول لي يبقى ميل ألف به يساوي ميل به جيم يساوي ميل ألف جيم تبناخد كده مع بعض مثال على الميل بيقول لي إيه؟ إثبت أن ألف وبه وجيم تنتمي لمستقيم واحد حيثو مديني ألف بواحد وثلاتة مديني به بسالب ثلاثة واثنين مديني جيم بسالب سبعة وواحد أثبت النقط دي على استقامة واحدة هقول له الحل أهو يا سيدي عشان أثبت النقط على استقامة واحدة يبقى أنا هجيب الميل هقول له ميل ألف به لازم أحط القانون إيه وعتنسى هقول له فرق الصادات على فرق السينات أدي القانون بتاعي صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص صاد 1 صاد 2 ناقص صاد الأولى على سين 2 ناقص صاد الأولى هنيجي عند كل نقطة عشان ما تلغبطش اكتب هنا سين وصاد سين وصاد سين وصاد يلا معايا عوض هقول له هطرح صاد من صاد اتنين ناقص ثلاثة ايه واع تنسى صاد هي اللي فوق على سالب ثلاثة ناقص واحد تطلع سالب واحد على السالب اربعة يدينا ربع هنجيب ميل بهجي برضه هقول له القانون فرق الصادات على فرق السينات يبقى هيساوي به معجيم هقول له يبقى واحد ناقص اتنين فرق الصادات واحد ناقص اتنين على سالب سبعة ناقص ناقص واحد او سالب سبعة ناقص السالب ثلاث يبقى واحد ناقص اتنين على سالب سبعة ناقص سالب ثلاث يبقى هيساوي سالب واحد على سالب سبعة زائد ثلاثة يطلع معايا واحد على اربعة هقول له بما ان ميل الف به بيساوي ميل بهجيم بدل ما اجيب التالت اقول له وبه نقطة مشتركة طالما البه نقطة مشتركة اقول له اذا النقط ألف وبه وجيم تقع على استقامة واحدة ده لو قال لي اثبت ان النقط على استقامة ايه واحدة اوعى تمسى المثال ده مهم في الامتحان تعالينا انتقل الى فكرة تانية ومثال تاني بيقول لي ايه في المثال التاني المثال بيقول تمسيل العلاقة بيانيا مثل العلاقة بيانيا امثل ازاي العلاقة ديت اهو بيقول لي ارسم بيانيا العلاقة الخطية خلي بالك اي علاقة خطية بين سين وصاد تمثل بخط مستقيم يقطع محور سين ومحور صاد ويمر بنقطة الاصل اذا ما كانش فيها عندي كانت المعادلة عبارة عن سين مع صاد فقط من غير اي رقم تاني خلي بالك لو قال لي في الامتحان لو صاد بس يساوي عدد تمثل بخط مستقيم يوازي محور السينات لو سين بس مثلا قال لي سين بخمسة تمثل بخط مستقيم يوازي محور الصادات العكس على طول طب يلا معايا كده اهو بيقول لي ايه مسل بيانيا العلاقة الخطية صاد يساوي اتنين ناقص سين هقول له اولا انا هعمل جدول قادي الجدول بتاعي بكتب هنا سين واكتب هنا صاد واختار من عندي اي تلات نقاط اي تلات نقاط خلي بالك ساعات في الامتحان يجيبها كده ممكن يجيبها لي كده يقول لي ايه ان سين زائد صاد يساوي اتنين لو جابها كده ماشي ممكن نودي السين الناحية التانية بمعكوسها الجمعي فتبقى صاب بتساوي اتنين ناقص سين انا هحط من عندي للسين واحد واثنين وثلاثة وعوض يبقى اذا خلي بالك انت بتختار من عندك اي تلات قيم للسين شيل السين وحط ما كانها واحد اقولي اتنين ناقص واحد يبقى واحد شيل السين وحط ما كانها اتنين اقولي اتنين ناقص اتنين يبقى صفر شيل السين وحط ما كانها تلاتة اتنين ناقص تلاتة يبقى سالب واحد كده اصبح عندي تلات ازواج مرتبة الزوج الاول واحد وواحد الزوج التاني اتنين وصفر الزوج التالي تلاتة وسالب واحد تعال كده مع بعض نمثل ازاي الازواج دي ادي التمثيل بتاعي انا هعمل المحاول وادي ارقام اول حاجة واحد وواحد هنيجي هنا ادي الواحد واقف عندي الواحد احط نقطة ادي اول نقطة واحد وواحد تاني نقطة عندي اتنين وصفر هقف عندي الاتنين مكاني اتنين وصفر يبقى على المحور نفسه على محور السينات تلاتة وسالب واحد هقف عندي التلاتة وانزل تحت للسالب واحد وحط نقطة كده اصبح عندي ايه قال لي كده اصبح عندي كالقاتي عندي تلات نقط لازم اوصل النقط دي كلها ببعض عشان اوصل النقط كلها ببعض يبقى انا هجيب مسترتي ووصل كل الكلام ده ببعض اوصل ازاي النقط ببعض خلي بالك ده خط مستقيم يبقى الخط المستقيم بتاعه اجيب المستر بتاعتي ووصل التلات نقط ببعض ادي توصيل التلات نقط مع بعض هيطلع خط مستقيم بالمنظر ده لازم نطور الخط على استقامته ساعات يقول لي ايه خلي بالك وهذا الخط المستقيم يقطع محور السينات في النقطة كان قال لي اي نقطة على محور السينات هنا السينات وهنا الصدات يقطع محور صاد صاد هنا هو في النقطة كان قال لي يبقى السين بصفر والصاب بثنين طب يقطع محور السينات يبقى السين بثنين والصاب بثنين يبقى هيقطع محور السينات في ثنين وصفر ويقطع محور الصادات في ثنين يبقى عشان تعرف بيقطع السين فين تحط الصاب بثنين عشان تعرف يقطع صاد فين تحط السين هي اللي بقيه بصفر تمام كده عرفنا تمثيل البياني يبقى تاني لو قال لي كده ده يقطع من غير مرسم يقطع محور الصد فين احط الصد بصفر خب الصد تطلع الصد بثنين يبقى النقطة صفر وثنين تعال كده ننتقل الى فكرة تانية سريعة بيقول لي هنا العدد التالي في النمط ده كام هقوله عشان نجيب عدد تالي لازم اعرف هو كل مرة بيزود بينقص بيدرب بيقسم حسب المسألة اللي عندي المسألة بيقول لي جزر اثنين وجزر تمانية وجزر تمنتاشر وجزر اثنين وتلاتين يا ترى اللي بعده يبقى كام عايز اللي بعد كده فاصلة هنا يبقى كام هقولك القاتي اولا ده جزر اثنين ده تمانية عبارة عن اثنين في اربعة كده انا اصبح عندي دليل اثنين يبقى التمنتاشر هلاقيها اثنين في حاجة اثنين في تسعة اثنين وتلاتين هلاقيها عبارة عن اثنين في ستاشر يبقى هنا ده جزر 2 هطلع بره يبقى 2 جزر 2 دي جزرها بره ب 2 9 بره جزرها 3 يبقى 3 جزر 2 16 بره جزرها 4 يبقى 4 جزر 2 إيه ده ماشي بالترتيب 1 جزر 2 2 جزر 2 3 جزر 2 4 جزر 2 يبقى اللي جاية كيام قال اللي جاية تبقى 5 جزر 2 خلي بالك ان 5 جزر 2 هي عبارة عن 2 في 25 يعني جزر 50 يبقى كده أنا عندي هقول له 5 جزر 2 عبارة عن جزر هدخل دي جوا مرتين يبقى 2 في 25 تطلع جزر 50 هو ده العدد التالي ناخد مع بعض كده مسألة سريعة على الفترات لو قال لي في الامتحان إذا كانت سين سين تساوي الفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية واتنين مفتوحة وصاد تساوي الفترة المغلقة سالب 3 وخمسة اوجد عايزنا جيب سين تقاطع صاد اهو بيقول لي هاتلي سين تقاطع صاد هاتلي سين اتحاد صاد هاتلي سين فرقصاد هاتلي مكملة سين عشان نجيب الحاجات دي كلها لازم الاول ارسم خط اعداد انا هرسمه خط اعداد عندي بالمنظر ده ادي خط الاعداد ده هوت ده خط بتاعي خط الاعداد بالمنظر ده هحط عليه الاربع قيم بتوعي سالب ما لا نهاية بعد كده اصغر حاجة برتب من الصغاية الكبير سالب 3 بعدها اتنين واكبر حاجة الخمسة هنعمل دايما السين هي اللي فوق السين الفترة من سالب ما لا نهاية لاتنين مفتوحة ادي الاتنين مفتوحة وهمشي ناحية السالب ما لا نهاية ادي كده انا مثلت السين هنا بعد كده هجيب مين الصاد سالب 3 و 5 هقف عند سالب 3 مغلقة والخمسة مغلقة ووصل بينهم اظلل قال لي بقى اخلي بالك بسرعة كده مع بعض اهو انا عندي هنا انا هنا عندي مين ده التقاطع وهنا اخلي بالك من اول هنا لحد هنا ده كده الاتحاد الجزء اللي فوق ده ده سين فرق صاد الجزء اللي تحت ده صاد فرق سين انت عايز سين تقاطع صاد هقول له يبقى الفترة المغلقة من عند سالب 3 ومفتوحة من عند الاتنين يبقى سين تقاطع صاد الفترة سالب 3 و 2 طب عايزين سين اتحاد صاد قال الاتحاد من اصغر قيمة لأكبر قيمة هقول له من سالب ما لا نهاية الى 5 طبعا الخمسة هنا مغلقة هخليها مغلقة سين فرق صاد يبقى من سالب ما لا نهاية لحد الثلاثة قدي سالب ما لا نهاية الى 3 خلي بالك دي زي ما هي مفتوحة دائما عند المشترك بنعكس السالب مين 3 موجودة تحت ماخدهاش فوق يبقى مفتوح مكملة سين سين من سالب ما لا نهاية لاتنين يبقى المكملة اهي انا عندي هعمل كده ادي من سالب ما لا نهاية لحد اتنين دي السين بتاعتي طالما دي السين يبقى اللي جنبها سين شرطة يبقى نقول له سين المكملة الفترة المغلقة بنعكس من اتنين الى ما لا نهاية اقول له الفترة المغلقة اتنين وما لا نهاية ده كده لما يقول لي سؤال على الفترات خلي بالك لو قال لي الفترة يعني مثلا لو جاب لي حاجة زي كده الفترة نصف المفتوحة سالب 2 و 2 اتحاد قص مجموعة سالب 2 و 0 قال لي اتحاد يبقى هناخد السالب 2 هيبقى السالب 2 مغلق واللي 2 كده كده مغلقة المعكوس الدرب للعدد جزر 3 زائد جزر 2 في أبسط صورة هقوله المعكوس الضربي يبقى واحد على جزر 3 زائد جزر 2 هضرف في المرافق جزر 3 ناقص جزر 2 على جزر 3 ناقص جزر 2 تطلع في الآخر بجزر 3 ناقص جزر 2 هو ده المعكوس الضربي المسائل كتير أنا كده يعني لميت لك الدنيا كلها فكرتك بكل سؤال في الامتحان حاجي لك زي بالظبط فترات فترة جزور تربعية جزور تكعبية الحجوم حجم المكعب حجم الاستوانة حجم الكرة وهكذا فكرتك بالنيل فكرتك بالعلاقة فكرتك بالإحصى المنوال أنه هو القيمة الأكثر تكرارا الوسيط أنه بنرتب وناخد اللي في النص الوسط بيساوي مجموع القيم على عددهم في النهاية أنا بتمنى لكل الطلبة والطالبات أنه هم يحصلوا على الدرجة النهائية في كل المواد في الرياضة وفي كل المواد اللي عندي مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق كان معكم أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة